مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة نفتح ملف من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدين الكرام إلا أنني في هذه الحلقة الاستثنائية آثرت أن تكون هذه الحلقة هي حلقة دعوية مع شيخ طال امتظاره في برنامج من الحياة وعلى شاشة قناة الرحمة وطال شوق متابعيه إليه معنا ومعكم في هذا اللقاء الأخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد الصاوي فأهلنا ومرحبا أهلا بك أهلا بك أهلا بك هيا الله شيخنا رحشتنا وأنت أكثر ربنا يبارك فيك الحمد لله ربنا يرفع قدرك بنا جعلت القضاء في نزال حسناتك رب العالمين أمين وأنت كذلك يا رب شيخنا أبدأ معك من حيث ما انتهينا في آخر حلقات من الحياة كان الأسبوع الماضي كنا قد فتحنا موضوع النقاب وأنت تعلم أن هناك أزمة الآن وهي أزمة أثار جدلا وسعا جدا فيما يتعلق بقضية النقاب والمنتقبات لسيما بعد قرار معالي وزير التربية والتعليم بحظر ارتداء النقاب داخل المدارس في الوقت الذي يبيح فيه للطالبة أن تدخل المدرسة وهي متبرجة ويرى أن مسألة الحجاب مسألة فيها حرية شخصية إن حب تدخل المدرسة متبرجة خير المهم يكونش حد يضغط عليها فيما يتعلق بقضية الحجاب كيف ترى الموضوع فيما يدور بين أن النقاب من وجهة نظرهم تشدد وأن التبرج أصبح الآن حرية شخصية السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق ابن زياد قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد مكتي أخت طيبتي أخت قدسي كل من مسهن مساعتقادي فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأياد أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد والرسول بادي ذي بدء شيخ عمر أنت تعرف أن هذه القرارات التي تكون زارية أو غيرها هي غالبا لا تكون قرارات حاسمة تطرح وتتداول ويتم الرد عليها وبعض أعضاء مجلس الشعب يرفع وأحيانا بعض المحامين يناقش في نهاية المطاف غالبا في بلدنا مصر اعتدنا دائما أن صوت الحقي له كثير ممن يحيونه ويشجعونه وصوت الباطل له كثير ممن يشجعونه ويدافعونه لكن الله جل وعلا دائما يجعل الدائرة للحق نحن بلد مسلم ودستورنا الإسلام وعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة نحن بلد القيادة والريادة بلد الأزهر بلد الذي ساق للدنيا كلها العلماء والقراء والمحفظين بلد الفضيلة البلد التي إن رأيت البلدان حولنا وقعت في كبائر وجرائم يأتون عندنا ليستقوا من قوانيننا ويأخذوا من حلولنا لمشاكلنا ما ينتفعون به إن قال قائل لكن الدنيا تغيرت والاقتصاد والواقع والدنيا ونحن نرى أن بلدنا في مرحلة متدنية سأقول أنه لا يزال في الناس خير والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا إذن نحن أمة مأمورون بإحياء الدفاع وإحياء الفضيلة ورفع راية الشجاعة أن ندرك أننا لنا القيادة ولنا الريادة بإذن الله سبحانه وتعالى ومن هذا المنطلق نأتي إلى أن مرجعنا إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأزهر الشريف وقياداتنا من العلماء والمشايخ الذين علمونا كيف نأخذ العلم الشرعي كيف نستقي فمثل هذا يرد عليه ببساطة إن كنا نتحدث عن الفضيلة والشريعة فالله جل وعلا فرض في كتابه وقرآنه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفضيلة في كل باب لو سألت هذا الوزير أو سألت هذا المحامي أو سألت هذا الذي يعني يبغض أو شانئ للنقاب يعني ما رأيك لو أن ابنتك يعني ضبطت في وضع مخل أترضى بذلك يقول لا لا أرضى بذلك طيب إذن أنت معي أن نمنع كل الوسائل التي تؤدي لذلك يقول طبعا أنا معك لا أوافق أبدا طيب ما رأيك لو ابنتك ظلمت في الميراث أو ظلمت في النكاح أو ظلمت في المهر والصداق أو ظلمت في كذا وكذا سيقول لا أبدا الإسلام لا يرضى بذلك ولا يؤفق طيب تحتكم الإسلام في النكاح وتحتكم إليه في الصداق وتحتكم إليه في الطلاق وتحتكم إليه في العدة وتحتكم إليه في الرجعة وتحتكم إليه في أكثر قضايا حياتك فلماذا تأتي إلى الملبس الذي جعل سترا وحماية وحفظا للمجتمع لو أن كل واحد أراد أن يظهر جمال ابنته أو زوجته أو خالته أو عمته لصارت الدنيا سداحة مدأة كل من يريد أن ينظر ينظر وكل من يريد أن يعبث يعبث ولحصل خلاف ما فرض الحجاب لأجله الحجاب يا أبا بيبرس فرض لحماية المجتمع كله ليس كما يظن كثير من الناس أن الحجاب فرض علشان نحمي المرأة من قال لك ذلك المرأة قد تكون كفيلة بنفسها ما شاء الله ولو بتلعب تايكوندو ولا كاراتي تستطيع أنها تدافع لكن الحجاب فرض لحماية المجتمع من نزغ الشيطان من أن يسول الشيطان للإنسان أن يتكلم أن يصاحب أن يرافق أن يقع في الكبائر أن يقع في الحرام أن يقع فيما يسخط الله جل وعلا فتستر المرأة جمالها وحسنها وهيئتها إلا عن المحارم الذين أباح الله سبحانه وتعالى لها فعل ذلك هذا الجانب الشرعي وعلى فكرة يا شيخ عمر العلماء مجمعون ومتفقون والجمهور على أن ستر المرأة كل جسمها واجب من الواجبات واختلفوا في مسألة يسيرة هل ستر المرأة وجهها في حال عدم الفتنة واجب ولا غير واجب هذا القيد هذا القيد فقط لكن الأكثر والأمة كلها متفقة ومجمعة في حال الفتنة يجب على المرأة أن تسر رجع ونستجمل لأننا في زمان فتنة حسنت نعم يعني أنت تعرف أن الشباب قد يرون المرأة الطويلة جميلة وقد يرون القصيرة أجمل قد يرون البدينة جميلة صحيح وقد يرون النحيفة أجمل لكل إساقطة اللاقطة إذن أنت لا تستطيع أنك تحط معيار حقيقي كيف نستطيع نقنع بناتنا في الجامعات والكليات والمدارس والثانوية يا بنتي لا أصلاً مش جميلة يا عمه أنت ليه عايزين تلبسوني النقاب لا أصلاً مش جميلة دكتور محمد أنت ليه عايزين تفرضوا علي النقاب لا أنا أصلاً محد يجب أن يبصني عنها رفيا أو قسمي لا يوجد فيه تفاصيله وعلاماته من قال لك ذلك يا بنتي لذلك الشريعة جاءت بما يحفظ لكل صنوف المجتمع دينه وعقيدته ومشاعر قلبه نعم يقول لك مولانا نقطة مهمة يقول لك طبعاً كثير من العلمانيين كما تدري وكما تعلم من خلال مناقشاتهم الإعلامية يقول لك ومن قال لك أصلاً أن الحجاب هو الذي سيغضي على ظاهرة التحرش على سبيل المثال كثير من المحجبات يتعرضن للتحرش طيب وما إلى غير ذلك من هذه التراهات على الصعيد الإعلامي شيخ عمر والذين يتابعون الآن من أصحاب التجارة وأنما يعرفون أننا لما نأتي نسوق لعصير أو لمنتج تحتاج الأعين أن ترى نعم بداية لازم حطبها على كبر اكتوبر حطها على الدائري حط إعلانات انزل على السوشيال ميديا حط مقاطع تشتغل وسائل التواصل لازم أنت تريد أن تسوق لي منتج لازم رأي السبب أن الله جل وعلا جعل حواس البشر منها ما يكون مقدمة لبقية الحواس وهو العين والأذن فالعين تشوف والله شكل العصير جميل وبعدين نذوقه فنجد العصير جميل فنشتريه وبعدين أوصيك ووصي أقارب وبعدين لما نروح رحلة بلا عليك شكو عمر هات العصير الفلاني السبب أن الدعاية أدت مؤداها وأدت غرضها وهدفها هكذا شريعة الله جل وعلا لما ترى العين المرأة وتبتذل المرأة ويسهل الوصول إلى المرأة والحصول على المرأة طيب ما هذا هو طريق إلى التحرش لكن إذا غطيت المرأة وسترت المرأة وصارت معاملة الرجال للمرأة فيها من الرونق والأدب والاحترام والحشمة واللياقة والذوق والشياكة والإتيكيت هذا بلا شك سيجعل نسبة التحرش تقل وهذه مسألة علمية عقلية تقل لا تنعدم؟ يعني مسألة الإنعدام سيرجع إلى مسائل أخرى شخص مرزي مثلا التربية يعني الشاب الذي تربى تربية منحلة وغير أخلاقية هو لا يفرق معه يعاكس ويتحرج بمرأة متغطية وغير متغطية الإنسان الذي أصيب بمرض نفسي والناس الآن يعني كثيرون الحديث أنا ليس أقول كده لأن بعض الشباب يعني أقول لك من قال لك نحن الست المتغطية دي بالنسبة لنا نحن أكثر رغبة لأننا ما هو تحت النقاط لكن نكشوفه ما كشوفه أصلا هذه من الأفكار التي تصدر الآن من خلال بعض وسائل التواصل وبعض النفسانيين أنه كل ممنوع مرغوبه هذا غير منضبط أولا هذه ليست قواعد علمية مضطردة زي قالون الجاذبية وزي ما قاله نيوتن وزي ما قاله أنشتاين وتم التجربة فيه والعمل به هذه ليست قواعد مضطردة عند بعض الناس الممنوع مرغوب وعند بعض الناس الممنوع ممنوع وليس مرغوب هكذا تكون التربية إذن لما آتي وأضع شيء معين قاعدة ويلزم المجتمع والناس هذا ليس من العد وليس من الإنصاف بل العد والإنصاف أنك تراجع الفطرة البشرية سأقول لك كلاما قاله وولد دورينت في كتاب تاريخ الحضارة قاله وكانت المرأة في شرق أسكتلندا إذا وصلت إلى التاسعة البنت احتجبت عن الرجال وكانت إذا وصلت العاشرة تقدم لها الخطاف وأذكر أنه كان قديما في عام 93 نزل فيلم اسمه بريف هارت لميل جيبسون وهو مخرج مشهور جدا وهو الذي أخرج فيلم آلام المسيح ومارس وكان دوره بطلا لهذا الفيلم وكانت القضية أنهم كانوا يعني يحافظون على عذرية نسائهم من أن يأخذها الحاكم الإنجليزي فكانت أسكتلندا تدافع حتى قامت الحرب التي أدت إلى الحرية جراء أن حبيبته التي أخذها الحاكم الإنجليزي أراد أن يخلو بها وهو يريد أنها تحتجب عن الرجال لا تكون لأحد إلا هو هذه الفترة كانت موجودة حتى عند الأجانب الذين أصلا لم يشاهدوا التنزيل والوحي ولم يسمعوا القرآن ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبروا بالفضيلة ولا بالأحكام الشرعية فما بالك بغيرهم ثم إذا قلبت كتب أهل العلم ككتاب شيخنا محمد إسماعيل المقدم فرضية الحجاب وأدلة الحجاب تجد أن الشيخ نقل من كتب النصارى من إصحاحاتهم ومجلاتهم وكثير من مراجعهم أنهم كانوا يرون ستر المرأة أحب وأفضل وكانوا يرون ذلك دينا وعقيدة ويرونه خلقا وأدبا بل كانوا يتغنون به حتى أنهم كانوا يقولون في مزامير آل داود أخبرني يا من تراني في حقلي مقنعة بحجابي أيعجبك حيائي فكانوا يتغنون بحياء المرأة وحجاب المرأة ورونق المرأة وسطر المرأة هذا يجعلك تدرك أن هذه العفة ليست وليدة العصر ولم يأتي بها السلفيون ولا الوهابيون ولا المتزمتون ولا المتشددون بل كانت عند النصارى وكانت عند اليهود وإذا طلعت اليوم مكتبات النصارى المرأية ونظرت إلى وسائل التواصل تعالي يا أخي وروني فيلم عن أمنا مريم وروني فيلم عن السيد المسيح تجد أنهم يصورون تلك الشريحة على أنها محافظة جميلة تلبس عباءات واسعة لا تظهر أي شيء مفاتنها طيب أزيدك من الشعربيت حتى فيه اليود حتى فيه اليود إذا أرادوا أن يصوروا شيئا من القديسين والكهانة والذين يعملون في مجال يصورونهم بأبهى صورة هناك مسلسل اسمه Game of Thrones هذا المسلسل ميزانيته تساوي ميزانية 22 دولة هو أعلى مسلسل الآن موجود في العالم ويحكي عن سبعة ممالك تتصارع هم يصورون في هذا المسلسل كل مشاهد العري والفجور حتى إذا ما جاءوا عند جانب الدين لا يستطيعون جانب الدين عندهم محفوظ فالعفيفة عفيفة والشريفة شريفة والمستترة مستترة والطاهرة طاهرة حتى هم في ميادين التمثيل عندهم لا يحق للعاهرة أن تأتي تقول للشريفة المستترة أنت لبسة حجاب له ولبسة عباية له ولماذا لا تظهر شعرك ولماذا لا نرى رقبتك ولماذا لا ننظر إلى جسمك هم لا يفعلون ذلك وهنا نقطة مهمة شيخنا بعد هذا الكلام الطيب لا زالوا يقولوني الآن في وسائل الإعلام ونا كنت أسمع بعض اللقاءات تناقش قضية النقاب يقول لك هو السلافيين والوهابيين طول ما هو موجودين في مجتمعنا وكل مهمتهم هو الجزء السفلي للمرأة فلن نتقدم ولن نرتقب بلادين لماذا يريدون أن يختزروا هذا الأمر كله في مسألة المرأة وتمرجها وما لا يريدون السؤال هذا مهم بابي برس وهو قضية ماذا سيحدث للمجتمع إذا استطعنا أن نجذب المرأة إلى صفنا وأخذناها واستطعنا أن نخرجها خارج إطار الفضيلة يعني امرأة فضيلة طيبة عفيفة طلعناها بره لا أستطيع أن أحكي لك المكاسب العظيمة لأعداء الإسلام لكن سأعدد لك على سبيل المثال الانحراف الأخلاقي الانحراف المادي الانحراف النفسي الانحراف المعنوي كثرت وجود الضغوط النفسية إصال كثير من شرائح المجتمع إلى الأمراض العدوان العنف الانتحار يا أخي أنا أستغرب يعني لسه نتائج الثانوية العامة من شهر طلعة والأوائل كلهن بنات شريفات منتقبات يا أخي ولا مصابة مورية طالبة منتقبة ألا تشعر بالسعادة لما تلاقي بنت البلد الريفية الجميلة مستترة جميلة وأخذت الأولى ومية من مية وتسعة وتسعين هذا لا يعيق التوافل كما يقولون بين المدرس وطالب إذن دا دليل على أن إغلاق أبواب الشهوات وإذا جلست مع الأطباء النفسانيين الجيدين المتميزين يقول لك أن السيطرة على فرجك وبطنك هو أس نجاحك وتستطيع من خلالي أن تسيطر على عقلك الانحراف العقلي الموجود النفسي سبب أن أنت أغرقت في الشهوات وألقيت البلد دعني من قضية أن يكون هناك خلل طبي يعني فيه مشكلة عنده فيه سائل في الدماغ من الشغال عنده أصلا برانوية وعنده أصلا تاريخ في الأسرة جد أو عم أو خال أصلا سبق النمر هذه حالات فردية لكن أصل انحرافات الناس اليوم انطلاقوا هاي للشهوات يا أخي الله جل وعلا الذي خلقني قال لي لا تفعل وفعل ولماذا تأمرني أن أترك أوامره وآتي نواهي وبعد ذلك أريد أن أعيش يا مستقرة يا سعيدة أنا أريد أن أكون مبسوط ومستقر هذا غير منصف وغير عادل إذا كانت المرأة أعطيت الحرية في الملبس من خلال القانون فمن باب أولى أن المستترة لا تعاقب ولا تحاسب وإذا كانت القوانين تسن لحفاظ الأخلاق والفضيلة فإذا يجب أن نغلق بابا يدعو إلى ترك الفضيلة ونفتح بابا يدعو إلى الفضيلة لكن ليس من الإنصاف أن يسمح للمتبرجة والعارية والساحل الشرير وما فيه من الفساد ولا يسمح لصاحبة الحجاب والجلباب والنقاب أو أسهل الأمر الثماني اليوم يا سيدنا أن بعض الكافيهات وبعض النوالي ترفض دخول محجبات سترى بإذن الله وأنا متفائل دائما متفائل أنك سترى غيرهم من الكافيهات والمطاعم والمقاهي المنضبطة التي تدعو إلى دخول المحجبات والمنتقبات وعمل التخفيضات والإشادة بالمجتمع وأنا أقولها الآن من خلال مركزي الإعلامي والاجتماعي معك ومع إخواننا من المشايخ والدعاء يجب أن نبرز هذا المعنى وأنا على صفحتي أخصص إن شاء الله جوائز لكل فتاة انتقبت بدءا من شهر تسعة وحتى إن شاء الله آخر السنة أخصص مكافأة ونخصص هدية ونعمل مسابقات وندعو إلى الفقيلة ونعلب بلاتنا أعمل عروض فعلا للأخوات المنتقبات مواغات هذه القضية الآن فيما يتعلق بحضر النقاب ويكون معنا على الشاشة الوقت بعض هذه النماذج بإذن الله سبحانه وتعالى وأظن يا شيخ عمر لو أننا أعلينا من صوت الحق شيئا فشيئا لا بد أن يموت صوت الباطل هؤلاء الذين تكلمون داعين إلى العري أو ترك النقاب أو هم يعني يقول لك لا أنا لا أدعو إلى الرذيلة ولا أدعو أنا بس لا أريد النقاب طيب وهو أنت لا تريد النقاب تريد غير النقاب إذن سيفتح المجال شيئا فشيئا والمرأة بفطرتها أصلا جبلت على الزينة قال الله جل وعلا أوى من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالمرأة إذا قلنا لها اخلعي النقاب والبسي أشياء طيب معلش أنت بهتانا شوي حطي بودر طيب معلش أنت لازم تغير اللون الأسود تغيري تحطي لون تاني والله ما فيش مشكلة في الألوان الفتحة الألوان الفتحة تجر طيب ما ينفعش النتي كل لون واحد خلي الطرحة زي لون الشوز خلي الشنطة زي لون الطرحة يعني هو يبحث شيئا فآخر إلى زينة طيب أنا الآن عندما أنسق الألوان السؤال المطروح عندما أطلب من الأخت الفاضلة الجميلة أنها تنسق ألوانها ليه مش عشان العين أنا مش عايز لون سادة يعدي قدامي عاوز العين تستمتع وها شايفها لون متناسق إذن أنا دعوته إلى ما نهاني ربي عنه بعض البناتها شيخنا تهرب من الحيطة ما هي تنقشها في حيطة يقولك لا أنا بعمل ده النفسي مش عشان فلان وفلان يشوفني فيعقب أو ما يعقب أنا أظن أنه في نوع من في نوع يا شيخ عمر من الهروب من المواجهة النفسية صحيح والهروب من المواجهة النفسية يجعل هؤلاء الفتيات لو سألتهم يعني يا ابنتي كم مرة تعاكسين لا أنا لا أعاكس لكن هي في الواقع تعاكس طيب يا ابنتي لو دخلت إلى مكان عام أتتوقعين أن يلتفت إليك لا أتوقع هنا تأتي مشكلة الغيرة الطبيعية الفطرية بين النساء لو فلانا تخطبت عشان أنت بتلبسك غيري لبسك لو فلانا ضحك لها فلان البائع أو المتكلم أو أي طبع وش معنى هو ينظر إليك لا ينظر إلي تبدأ المرأة بفطرتها طيب أنا أغير من لبسي أنا أظهر مفاتيني أنا أحط أي شادو خفيف أنا أزبط الميك أب هذه فطرة نعم الفطرة لما تحارب تجد أن الإنسان يعني ينفجر ولذلك نقول للمنتقبات ضعوا الميك أب وضعوا كل شيء تحت نقابكم ولا تبرزوا من جمالكم ولا مكياجكم شيء إلا للمحارم المرأة تلبس أجمل الملابس ما برضو يا شيخنا هنرجع لقضية النقاب المتبرج إنجاز التعبير يعني ما برضو النقاب بعض الأخوات المنتقبات بتجد أن ملفتة أكثر من البنت المتبرجة طبعا لابسة لبسة ضيق مفصل لجسمها قولا واحدا الكوحة طلع من عينيها وعرائي الشيخ مصعد يعني بقول لك أنت لو جبت ميازة ولبستها نقاب وغطيت جسمها هتلاقيها جميلة جدا يعنيها واسعة وحلوة يعني فشاهد أن فيه لأسف نقاب متبرج فعلا يثير الفتن أكثر قولا واحدا قولا واحدا يا شيخ عمر نتكلم عن الحجاب والنقاب الذي لا يدعو إلى الفتنة ولا يلفت النظر نعم إنما حجاب ونقاب يدعو إلى الفتنة ولا يلفت النظر عبايا بلون ونقاب بلون يعني ممكن النقاب يكون فعلا متبرج طبعا طبعا ما هو القصة في التبرج يا شيخ عمر الدعوة إلى النظر جميل يعني الحجاب يمنع النظر فرض ليمنع النظر فرضة ليقطع الوسائل الأولى والخطوات الأولى للتواصل الذي قد يؤدي إلى الفتنة طيب أنا لما ألبس شيء يدعو إلى النظر إذن أنا في الواقع غير محجبة أنا لبست ما يلفت النظر يعني المرأة العالية اللي بشعر عالي ممكن لي شعرها كري فمش عقبني ولا عقبك لكن الشعرها مسبسب ممكن للفتن النظر طيب إحنا الآن المرأة العارية قد لا تلفت النظر مثل المرأة المحجبة إذا تفننت في إظهار المفاتن فالعباء المخصرة المجسدة للجسم التي تلفت النظر الشكل الذي يدعو الناس إلى أن ينظروا هذا بلا شك محرم وينافي أصل الحجاب ومشروعية الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى نعم نما كلامنا بشكل أو بآخر عن أصل الستر صحيح يعني البت اللي لبس فستان واسع وحط نقاب وليس نقابها ملفت ولا لون فستانها ملفت ولا تظهر أي شيء من المفاتن ومش حط ميكب ولا عمل بيرفهم ولا حط عطر ولا أي شيء يلفت إليها النظر لماذا يا أخي تمنعها من دخول مدرستها وجامعتها وترتاد وهي كما منتزم باليونيفورم تعمل المدرس نفس اللون ونفس كل حاجة لك نفس النقاب فيش حاجة تعيق يعني أظن أنه سيكون للأزهر وقفة وأظن إن شاء الله سيكون لشيخ الأزهر وقفة وأظن أنه سيكون لمشايخنا وعلمائنا وقفة والواجب حينها أن نلفت نظر أبناءنا وبناتنا هو إيه اللي بيحصل في آخر الزمان وليه الفتن دي وليه وصلنا إلى مرحلة قبل النقطة دي من نسبة لأولياء الأمور هل فعلا أنه لما يكلم بنته في فسالة الحجاب أنه اقتنعت اقتنعت وإيه لم تقتنع لها أن تخرج من البيت غير صحيح هذا غير صحيح يعني الله يحاسب وإلي يسأل طبعا بلا شك بلا شك يا أيها النبي قال الله جل وعلا في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاببهن فهو أمر من الله لنبيه أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين والأمر بالتبعية يستتبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاكم المسلمين ومن حاكم المسلمين إلى ولي أمرهم في البلدة والقرية ومن ولي أمرهم في البلدة والقرية إلى رب الأسرة أبا كان أو خالا أو عما فإن مات أو فقد قام مقامه الأخ الأكبر وقام مقامه الخال ونحو من ذلك فالواجب حماية هذا المجتمع من أن ينزلق إلى الحرام هتقول لي والله يا شيخ يعني يحدث في كثير من القرى والأماكن المحافظة من الفجور ومنه ومنه هناك أسباب أخرى ليس موضوع الحجاب والنقاب هناك أسباب أخرى وسائل تواصل هناك مغريات هناك ابتزاز شباب يبتزون محجبات ومنتقبات بصور عارية أو بنت كم معها صور صاحبتها في الفرح فسرق الهاتف لكن لقول لك يا مولانا في النوتة تحديدة أقول لك والله ما أنا عايتها تبقى تلبسها وهي مقتنعة عشان أنا خايف تتصرف من ولاية صرفات لا تليق فلما تطلب عندي مقتنعة أفضل ما تطلب مخصوبة على مسألة الحجاب يعني غالبا أنت إذا مارست عملية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كولية أمر مع ابنتك ستقتنع نعم إذا قلت يا ابنتي أنت تعرفين الله جل وعلا وراقب الله سبحانه وتعالى والذي أمدك بالسمع والبصر والجمال والصحة والعافية والوالدين هو الله فراعي حق ربك عليك والله أمر بالحجاب وبعدين يا أخي هذا شيء طبيعي أنت الآن لو أخذت إنسان لم تدخله مدرسة ولم تعلمه كيف تضعه في محل ورشة ميكانيكا وتقول له هندس لي السيارة أخي ولم يتعلم أنت لا تريد أن تمارس تعليم الفطرة وتعليم الدين وبعد لما بنت تبقى في الثانوية تقول لي طبعا بلا شك الله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر زوجاته وأبنائه وبناته ونساء المؤمن بالحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة والله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر أهله بالصلاة الأوامر الشرعية الدينية التعبدية ليست على سبيل التفكه وإحنا والله نجلس ونحط يدينا على بعض ونأكل والعايز يلبس يلبس والعايز يصلي يصلي ودعمه لقيصر لقيصر وما لا 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 هذا بلا شك حراف ضخم جدا ثبت فساده في العصر الحديث يعني الدول التي أشاعت الفحشاء ثبت عندها الفساد والدول التي أشاعت الربا رجعت الآن إلى القهقرة وقالت لا بد أن نخفض الفائدة إلى زيرو صفر والدول التي انتشر فيها العري هي الآن تشتكي وتعاني من أطفال الشوارع ونسبة أولاد الزنا والإجهاض والعمليات المتكررة وصار يناقشون هذه القضايا والحل الأمثل والأجمل هو أن نعود إلى حيث ما أراد ربنا سبحانه وتعالى حسن الله إليكم شيخنا كثرة هذه الفتن وهذه المغريات في هذا الزمان ومحاربة أهل الستر والعفاف جعل الكثير الآن يعاني من يأس وإحباط وإن كان الواحد يعمل ما فرضاه الله عز وجل عليه ونحارف في ذلك يعني رشدة سريعة في نهاية هذا اللقاء حول هذه القضية ما تقول؟ أنا أقول وبالله التوفيق الله جل وعلا إنما يضيق ويقدر الألام والمصائب والأوجاع والفتن ليس ليسقط الناس نعم بل يعودوا إليه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إنما ينزل البلية ليرجع عبده إليه والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيف يمكن التعامل في النوازل والفتن وأعظم العبادات عبادة الصبر والنزوء إلى الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل الله يوصي نبيه بالصبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فإذا استشعرت أن نوح ابتولي وصبر وإبراهيم ابتولي وصبر وأيوب ابتولي وصبر وزكريا ابتولي وصبر ومحمد وموسى وعيسى ابتولوا كلهم يا جماعة طريق الجنة الذي فيه أفضل الناس وأكرمهم على الإطراق ليس بشهادة علمانيين المتخلفين بل بشهادة حتى الأجانب والكفار أنهم يعرفون الرسل والأنبياء ويعرفون أنهم أعلى البشر وأحب البشر إلى الخالق سبحانه وتعالى هؤلاء ابتلوا وامتحنوا وثبتوا وصبروا فكانت العاقبة فوز وتوفيق وفلح من ثمرات الصبر الإمامة والرفعة يعني نقول لبناتنا وأولادنا صبري استحمري اشددي عليك حجابك واشددي عليك عفافك وأقول للشباب اصبر واثبت والله ستكون لك الإمامة قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر في معاناة وفي تعب وفي جهد والنتيجة صبر نعم دخل خباب بن الأرد على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقام عمر وبسط كساء جميلا كان قد يعده للضيوف ونظفه وفرشه وأثناء تنظيفه وإعداده قال عمر والله يا خباب ما كنت أظن أحدا حق بهذا الفراش من بلال بن رباح يشير إلى أن بلالا أوذي وتعب وعانا وشوف مشاعر سيدنا عمر النفسية تجاه الذين يظلمون وتجاه الذين يجدون من المشاق ما يجدون يحب أن يكرمه في مجلسه فقال خباب وهو يبكي والله يا عمر ما أحد أحق بهذا مني ثم رفع عن ظهره يكشف لظهره وإذا في ظهره أخاديد يدخل الرجل فيها أصابعه كانت تعذبه أم أنمار فتطفئ أسياخ الحديدة المنتقدة في ظهره فيقول والله كم ابتلينا وأوذينا يا عمر حتى نثبت على هذا الدين تقول هذا الكلام لشاب اليوم يسقط أمام شاهوة وبنت تسقط أمام قانون جديد وأمام قرار وشباب يتحدثون أنهم ما عاد لهم القدرة أن يعيشوا وصارت حالات إلحاد وانتحار وبعد يا جماعة استمرارنا في الحياة على مراد الله جل وعلا هو في حد ذاته غنيمة هو في حد ذاته مكسب والذي يعينني على ذلك أن أصبر وأتجلد وأقاوم حتى أصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض قال عليه الصلاة والسلام وهو يوسع أصحابه إنكم تلقون بعدي أثرة وأنا فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهه فتخير النبي وهو يقول للصحابة استجدون تغيير واختلاف وفتن ويعني الدنيا تفتح لكم فلا تسودوا وجهه وكأنه يعني عشمان صلى الله عليه وسلم أن يرى أمته وأصحابه والناس من بعده ومن يحبهم صلى الله عليه وسلم يأتون زرافات ووحدانة إلى حوضه صلى الله عليه وسلم وكوثرهين الثمرات العظيمة للصبر منها أيضا التأييد والنصرة قال جل وعلا بلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما رأيت يا عمر والله ما رأيت شيخ عمر أحدا صبر إلا ونجح سبحان الله غالبا غالبا لا يوجد إنسان صبر في النهاية فشل الصابر دائما ينجح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر شاء الله فهذه البشرات ثم من ثمراته أن الله يبشرك بالصلاة عليك والرحمة لك والهداية قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ثمرات وثمرات وبركات حقيقة اللقاء معك نحتاجه يطول أكثر من ذلك وإن شاء الله يكون لنا لقاءات كثيرة في فترة قادمة لكننا عزينا بلنا نختم نسمع حقا بصوت الشيخ محمد الصعب أزاك الله خير لك أبيات أنشودة خراءة من الحر والله يعني أحاول أن أتذكر يعني في وسط هذه الأوجاع والجراح أتذكر قصيدة جميلة كنت كتبتها في رسول الله صلى الله وهذه القصيدة كتبت لما رأيت أن عم النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال يا ابن أخي إن قريش قالت إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك وإما أن تمنعه أن يسفها أحلامنا ويسب آلهتنا وهي إعلان من عم النبي بترك النصرة خلاص كذا أنا مش هحميك من اجدعه بك فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينفذه الله أو أهلك دونه يا عماه لن أتراجع عن ديني لا لن أتزعزع لو أعطيت كنوز الدنيا لو أعطيت العالم أجمع لو سارت للحرب قريش لو جعلت تحشد وتجمع لو حولت الأرض لهيبا لو وضعت في الوجه المدفع فسيبقى بالله يقيني وسأبقى للخالق أخضع قل لي يا عماه أحقا أهجر إسلامي وأودع ورياض الإيمان بقلبي فيها ثمر العزة أينع والتوحيد بنا قلعته وعلى عرش النفس تربع وعظامي سقيت من ديني كيف إذن عن ديني أرجع ضع شمسا بيميني عمي بيد اليسرى قمرا أودع لن أتنازل عن إخلاصي حتى الروح لربية ترفع فلئن هلكت نفسي يوما فرجائي في ربي أوسع وسيأتي من بعد جيل يعلي رايتنا لا يركع دعني يا عماه لأمضي أسجد للرحمن وأخضع سيقول إلهي في يوم ارفع رأسك هيا اشفع صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بنا يفتح عليك ويسددك وإن شاء الله نسعب بك في لقاءة قارية بإذن الله تختمنا اللقاء بدعاء اللهم يحيى قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء يا واسع الفضل يا عظيم العطاء اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين واحفظهم من ضلال المضلين اللهم أصلح فتيات المسلمين اللهم أحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين اللهم إنا نسألك غوثك لعبادك المصدعفين في كل مكان يا ربي قلوبنا تعبت من الشهوات والآثام وأنت مقلبها وأنت مصرفها وأنت خالقها وأنت ربها نستودعك قلوبنا نستودعك قلوبنا نستودعك أفئذتنا انزع منها الدنيا وشهواتها وأبد المكانها حبك وحب نبيك وحب القرآن وحب الدين وحب الحجاب وحب الطهر والعفاف يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين اللهم غوثك لعبادك المرابطين عند المسجد الأقصى اللهم غوثك لعبادك المنكوبين في زلزال المغرب وسيول ليبيا اللهم أنزل عليهم يا حي يا قيوم فرجك وغوثك ومعونتك ونصرك اللهم كل عبادك المصدعفين في أرض الشام معينا ونصيرا ومؤيذا وظهيرا اللهم اجمع شمل أهلنا في السودان على كلمة سواء احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسولي محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين أزاك الله وخيرا أحسن الله إليكم نورتنا وشرفتنا وكترتنا النار أزاك الله وخيرا مشاهدين الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخلص الشكر والتغذير لأخي الحبيب فضية الشيخ محمد الصاوي على هذا اللقاء سائلني مولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياة لكم تحياتي وعمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته